تلاحظون أن الموقف الصيني أولاً إذا رجعنا إلى قبل ثلاث أيام في مجلس الأمن سنجده لمرتين امتنعاً التصويت المرة الأولى كان مجلس الأمن يسعى إلى إدانة الغزو الروسي كان هناك فيتو روسي لم يمر طبعاً البيان تعالى إدانة للروس وإن وافقت عليه 11 دولة من كانوا مع الروس سفر من كانوا ممتنعين الصين والهند والإمارات اليوم أيضاً ممكن نشير للهند المرة الماضية شرط للإمارات ولماذا تفعل ذلك ونرجع لها أيضاً ربما بخط سريع ولكن خلونا نركز اليوم على الصين أكثر جاء قرار آخر ولكن هذا القرار الثاني ما كانش يحتاج أو ما فيش البيتو فمرة أخرى 11 دولة كانت مع تحويل القضية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة المجلس الأمن عجز على إصدار قرار وفي الميثاق الأمم المتحدة يقولون إذا عجز مجلس الأمن على إصدار قرار يمكن تحويله إلى الجمعية العامة لماذا؟ لأن الجمعية العامة ممكن أن تصدر قرار لا أي حيسمها مختلفة على قرار مجلس الأمن ولكنها غير ملزمة على عكس مجلس الأمن لقراراته ملزمة في الغالب على استثناءات قليلة لكن من امتنع أيضاً امتنعت الصين والإمارات والهند والروس كانوا وحدهم ليعترضوا على تحويل قضية الأمم المتحدة والذي يتابع للأخبار اليوم يكون شاهد تدخلات كثير من الدول بما فيهم لافروف وزير خارجية الذي كان في وضعه لا يحسد عليه يعني وجهه كان يظهر كل التناقضات انتع ما يحدث الآن اللي هو وزير خارجية الروسي وأيضاً تدخلات أخرى اللي في الغالب أدانة الغزو الروسي لكن الصين إذا نظرنا قبل يعني كان هاجمت كان موقف قوي جداً صدر منين من الصفارة الصينية في روسيا في موسكو حيث هاجمت الصفارة الصينية في روسيا الولايات المهتحدة واعتبرتها أنها تشكل تهديداً حقيقياً للعالم في عقاب تنديد الأمريكي بالغزو الروسي الإوكراني جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للصفارة على تويتر جاء فيه أنه منذ الخمسينات القرن الماضي قصفت الولايات المتحدة أكثر من ثلاثين دولة وهذا صحيح يعني ما تقولون أن الصفارة الصينية صحيح على الولايات المتحدة وأبرزت الصفارة أيضاً في منشور لها أو في تغريدة لها من أنه من بين 248 نزاعاً مسلحاً وقع في 153 منطقة من العالم ما بين عام 1945 وعام 2001 كانت الولايات المتحدة طرفاً في 201 أي أكثر من 80 أو واحد أو ما يعادل 80% من كل النزاعات التي حدثت 81% التي حدثت في العالم 248 نزاع منها 201 والولايات المتحدة لست متأكد من هذا الرقم لكني لا أرى أنه مخطئ تماماً ربما نقصوا 5 أو زادوا 5 الصينيين ربما زادوا 5 أو 6 أرقام لكن الرقم بالتقريب صحيح فتقريباً 80% من النزاعات التي حدثت في العالم في هذه السنوات منذ الحرب العالمية الأولى كانت الولايات المتحدة طرفاً فيها أو محرضاً عليها أو إلى آخره وهنا أيضاً صدقت السفارة الصينية في روسيا وضافت أيضاً السفارة هذا بأن في الحقيقة أن الولايات المتحدة تقف وراء التوترات الحاصلة في أوكرانيا وراحت تطرح سفارة الصينية في روسيا راحت تطرح ما الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في تأجيج هذا الوضع والجاني في التوترات بأوكرانيا ولماذا لم يبذلوا جهودهم لإخماد هذا الحريق إلى آخره ويقولوا أن هذا كان مقصود في الحقيقة وأن الولايات المتحدة تعيش على أزمات العالم بل وتفجر كثير من نزاعات العالم هذا كله صحيح لكن الغريب في الأمر أنه والسفارة الصينية أعطي للسفارة الصينية في موسكو أن تشلن هجوم على الولايات المتحدة وأن تبدو كأن الصين تقف مع بوتين تماماً إلا أن القرار الحقيقي في الصين يبدون الحكمة الصينية هذه اللي تعود لألاف سنين هو مختلف ومختلف إلى حد كبير ربما من يتابع الأخبار العالمية يتذكر أنه في بداية شهر فبراير كان التقى بوتين مع الرئيس الصيني وكانوا وقعوا على اتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات واعتبر أن هذا الاتفاق كان استراتيجياً طبعاً بوتين كان في ذهنه أنه سيغزو أوكرانيا وأنه إذا غز أوكرانيا فهو يعرف أن الموقف الغربي سيكون شديد ضده وهو في الحقيقة اليوم أشد مما توقع في قناعتي وأنه في هذه الحالة سيعتمد على الصين لأن الصين هي ثاني اقتصاد في العالم وإذا الصين فتحت أسواقها واشترت وباعت مع الروس فإن الروس يستطيعون إلى حد ما أن لا يخنقهم العقوبات الغربية لكن يبدو أن بوتين لم تكن حساباته دقيقة جداً لأن الصين تجارتها ومصالحها مع الغرب أكثر بكثير من روسيا روسيا هي اقتصاد رقم 11 في العالم وهي أساساً مصدر للبترول والغاز وبعض المعادن خاصة المعادن النادرة والحديد وأيضاً القمح والصوية والشعير إلى آخرها لكنها ليست الولايات المتحدة فاقتصاد الولايات المتحدة هو 22 ألف مليار دولار حجم الاقتصاد كل عام ما تنتجه الولايات المتحدة كل عام اقتصادها هو 22 ألف مليار جزائر 160 مليار للأسف أقل من 1% من الاقتصاد الأمريكي إذن الصين ترى ذلك وأنها لديها علاقات هائلة مع الولايات المتحدة ثم مع الاتحاد الأوروبي ايضاً في مجموع هو يجي ثاني اقتصاد بعد الولايات المتحدة لو جمعنا الاتحاد الأوروبي ككل وبالتالي لا يمكن أن تفرض الصين في هذا ولذلك من ناحية بالرغم من أن الصين تعرف أن الولايات المتحدة هي التي توقفها على ضم طايوان التي تبعد على 160 كم من على الصين الشعبية وتعرف أن طايوان لو لا الولايات المتحدة والغرب عموة والولايات المتحدة خصوصاً لكان الطايوان الآن جزء مثل هونغ كونغ من الصين لكن مع ذلك فالصين تعرف بأن دعم بوتين تماماً قد تدفع الصين ثمن غالي صحيح العالم أجمع يدفع لكن الصين تدفع ثمن غالي والصين لا تريد أن تبتعد عن تلك الاستراتيجية وهي أن تكون أول اقتصاد في العالم بعد عشر سنوات من الآن يقولون أنه في بداية 1930 في السنوات الأولى ستكون الصين إذا لم يحدث شيء يغير العالم بشكل استراتيجي وكبير فتكون الصين هي أول اقتصاد في العالم مع الولايات المتحدة ثم تتجاوزها مع نهاية 1930 ماذا وخافت الصين؟ في الحقيقة الآن الصين نمشدين العسام الوسط في سفارتهم في موسكو تهاجم بقوة الأنترنت في الصين يهاجمون الغرب وأمواً يعني الأنترنت والمواطنين الصينيين ومفتحين لهم بشي هاجموا بشكل كبير جداً ولكن الموقف الرسمي الصيني هو أن الصين لم تدين الغزو الروسي ولكنها لم تتقبله في نفس الوقت فالصين قالت بأنها تحترم سيادة الدول وأنها لا تقبل أن يتم الاعتداء على الدول المعترف بها طبعاً لأن تايوان مش معترف بها عالمياً إلا في حدود ضيقة جداً بينما أوكرانيا هي معترف بها عالمياً وهي دولة مستقلة إلى آخره أخذت الصين هذا الموقف وهذا قد يكون مؤلم جداً لبوتين ربما لأنه بعد توقيعه على اتفاقيات بمئات الملاير من الدولارات في بداية فبراير وبعد أيضاً ربط استراتيجي في عدة مجالات تعرفون اليوم مثلاً أن عدد الصينيين في سيبيريا يعني سيبيريا المجاورة للصين تعرف أنها في حدود طويلة جداً وكانت متوترة جداً في الخمسينات والستينات في أيام موت سي تونغ وأيام ستالين وأيام حتى اللي جاء بعد ستالين ظلت العلاقات متوترة بين الصين وروسيا وكانوا هما أكبر بلدين الشيوعيين في العالم الاتحاد السوفيتي وروسي والصين إلى وفاة موت سي تونغ واستبدال الوجهة خاصة الاقتصادية في الصين 180 درجة بحيث حافظت الصين على شيوعيتها في ناحية السياسة وذهبت إلى اقتصاد الحر واقتصاد السوق في الاقتصاد وهذا الذي جعل الصين بعد 40 سنة من موت موت سي تونغ تصبح ثاني اقتصاد في العالم إذن الصين الآن تقول من أنها لا تقبل غزو الدول ولكنها لا تقبل الاعتداء على سيادة الدول ولكنها لم تدين الغزو الروسي تريد أن تحافظ على هذا وذاك بالنسبة قلت أن في سيبيريا المحاذية للصين أعداد الصينيين ملايين الصينيين في تلك المناطق يدخلوا إلى روسيا وهم يشتغلون يعني فيه مدن مجاورة لحدود الصينية لا تقريبا لا يوجد فيها روسيا تقريبا يعني أصبحت كلها مدن صينية وهي داخل أراضي الروسية وروسيا عندها واحدة من الإشكاليات الكبرى من ناحية استراتيجية هي أنها لديها مساحة أكثر من 17 مليون كيلومتر مربح صحيح جزء كبير منها هو السيبيري وسيبيريا أي بارج جدا يعني ولكن الصين بجوارها عدد سكان الصين هو أكثر من عشر مرات تقريبا 11 مرة عدد سكان الروس وعدد الروس خاصة الروس السلاب والأرثوذوكس يعني اللي هما البيض دوسوش يعني يتناقصون بينما عدد الصين يتزايدون عدد الصينيين يتزايدون فالصين عندها في الحقيقة الروسيا عندها مشكلة ديمغرافية من ناحيتين من ناحية أن الأقليات اللي داخل الاتحاد الروسي في ديراليا الروسية وهي مشكلة من عشرات الأرقيات ومن عشرات الأديان يأتي الإسلام كثاني دين بعد المسيحية الأرثوذوكسية يعني الإسلام في روسيا قابل المسيحية الكاثوليكية وقابل المسيحية البروتستانتية مثلا وقابل البوذية إلى خريعة الإسلام في درجة ثانية سكة المسلمين وأن العرقيات تماما سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين يتزايدون بأعداد كثيرة بينما البيض الروس يتناقصون وهذا موجود في إيطاليا وموجود في اليابان هناك دول يتناقص عدد سكة في الصين أيضا يتزايدون فروسيا عندها مشكلة ويتخشى على المدى البعيد أن يستولي الصين على أجزاء من سيبيريا لأنه لم يعد فيها روسيا هذا واحدة لكن هذا إشكال استراتيجي بعيد إلى حد ما أو موش يتكلموا عليه كثير الآن لكن الروس عندهم تخوف من هذا لكن كانوا يتوقعون أن الصين تكون موقفها أفضل من ذلك يبدو أن الروس بدأوا يشعرون بالقلق من هذا الموقف الصيني الذي يبدو أنه يأخذ موقف وسط أضاف من ذلك أكثر من ذلك الموقف الصيني الآن البالح واليوم وحتى من أول أمس بدأوا يتحدثون على أن الصين ممكن أن تلعب دور الوسيل فكان في اهتصال هاتفي اليوم أو أمس بين وزير الخارجية الصيني ووزيرة الخارجية الأوكرانية والأوكران طلبوا من الصين إذا كان ممكن أن يقوموا لبونزوفيس بالوساطة مع الروس وأن يعقلوا الروس لأنهم أصدقائهم والصين تريد أن تبيع نفسها اليوم كوسيط وطبعا الوسيط يحاول دائما أن يأخذ موقف في الوسط بين الطرفين المتحاربين حتى تقبل وساطه ولماذا الصين تريد أن تصبح وسيط؟ لأنها تقول من أن تأثيري أنا على الروس وعلى بوتين أفضل فأنا ما زلت لست في خصومة معه بل هناك نوع من التحالف ونوع من الصداقة بينما في الغرب دخلوا معا في خصومة الآن تكاد الناس تتحدث عن حرب نووية وإن كان استبعد طبعا بايدن كما استبعد جونسون هنا بإرسال جنود حلف الأطلس لأن ذلك يعني حرب عالمية لكنهم يدعمون أوكرانيا بكل الطرق بما فيها إرسال طائرات وإرسال المدافع وإرسال السواريخ المضادة للطائرات وللمدافع وإرسال المال وشفتوا الآن يقربون دخوله إلى الاتحاد الأوروبي إلى آخره لكن الصين وهي تلعب هذا الدور التي تريد أن يكون وسيط هذا يزعج الروس ضيف إلى ذلك أن الأمريكيين قالوا للصينيين والغربيين عمو قالوا للصينيين صراحة من أن اختراقهم للعقوبات بمعنى أننا نحن نوقف التعامل مع بنوك روسية ونضعها في قائمة سوداء والتعامل ونوقف التعامل مع البنك المركزي ونضعه في قائمة سوداء جمدونهم أكثر من 500 مليار دولار يعني الغرب جمد للروس أكثر من 500 مليار دولار وهو تقريبا كل احتياط الذي لديه لديه 640 مليار دولار قالولهم بصرح العبارة أن شركاتكم التي قد تتعامل لرفع الحاضر على الروس قد تدفع هي الثمن أيضاً عن الصين إذا قبلت بذلك ستدخل في مواجهة مع الغرب ولكن هي لا تريد مواجهة مع الغرب مرة أخرى تريد استكمال وصولها إلى الدور الأول كأقصى كأكوى الاقتصاد في العالم ثانياً ترى من أن بوتين أحرجهم ودخل في معركة قبل الوقت ثالثاً أن الصين لا تؤمن وتقول بصرح العبارة أنها لا تؤمن بغزو أو بهدم سيادة الدول لأنها تعرف أيضاً لماذا تقول هذا فمن كل تقول هذا خاصة لأنها تريد أن تضغط على الأمريكيين لأنه في الغالب الأمريكيين والغربين عموماً هم الذين لا يهتمون بسيادة الدول ويقومون بالغزو أو يقومون بتدخلات إلى آخره فهي تريد أن تبني نظام عالمي مبني على احترام سيادة الدول وبوتين بهذا الدور في الحقيقة دخلهم في معركة يعني مثل ما يكونوا زوج أصدقاء واحد عاقل واحد خفيف أو يكون حتى زوج وزوجة واحد منهم مثلاً زوجة عاقلة والراج الخفيف فيكون التصرفات عندما يقوم بالتصرفات يقدر يوصلك يدخلك في حيط ممكن المثال يمشي خاصة مع الأصدقاء فهو الصين يرون ذلك يرون بأن بوتين يعني هذا ما زال ما قالوش لكن بدأ يتضح من خلال بعض التصرفات بما فيه هذا الاتصال بين وزير الخارجي الصيني ووزير الخارجي الأوكرانية ورحب الوزير الخارجي الصيني بأنه يريدون أن يقومون بدور وساطة عموماً بالنسبة للصين إذن يبدو أنها تذهب في اتجاه لن ندين الغزو الروسي ولكننا لن نناصره لن ندخل في خصومة مع الروس ولكننا لن نساعدهم كما ظنوا أو كانوا يتوقعون صحيح ستشتري بعض الأشياء من عند روسيا وستبيح بعض الأشياء التي هي غير ممنوعة غربية يعني الغرب لحد الآن لم يمنع الغاز والبترول الروسي لماذا؟ لأن دول الغربية خاصة في أوروبا يحتاجون إلى 40% من الغاز في أوروبا ومن روسيا و30% من البترول في أوروبا ومن روسيا فهم لم يضعوا هذين المادتين الحيويتين جداً تحت العقوبات فأيضاً الصين ما عندهش مشكلة في تعامل البترول والغاز وربما أيضاً قد يسمحون بالقمح ويسمحون ببعض المواد الصين قد تطلب عفاءات على العقوبات في بعض المواد لكنها إجمالاً لن تخترق العقوبات الغربية لأن الأمريكيين قالوا بصريح العبارة إذا اخترقتم العقوباتنا ستدفعون أنتم أيضاً ثمن وشركاتكم التي تخترق العقوبات ستوضع هي أيضاً في قائمة العقوبات والصينيين وهي حكمة صينية يبدو لا يريدون أن يعطوا لبايدن الذين يعرفون من أنه عندما ينهي موضوع بوتين سيتواجه إلى الصين لا يريدون أن يعطوا له تلك الفرصة أعطاهم الفرصة طبعاً فوتين كانت تحت ضغط شديد جداً ويبدو أن الغربين نجحوا في استخدامه لأوكرانيا الغرب في النهاية يغضب يصرخ يساعد أوكرانيا لكن ليسوا أوروبيين غربيين هم الذين يموتون في النهاية يعني سيموت الأوكرانيا والروس والاقتصاد الروسي اللي تم الآن ضعضعته بشكل كبير جداً سننظر فيها أيضاً بعد قليل هذا الموقف الروسي واللي كان بروباغندة الروسية وأنصارها وأذنابها وأتباحها في العالم حتى في العالم العربي وبعض القنوات ومواقع أنا شفت لي موقع صاحب عنده واحدة لا يسمي يروحوا الرأي العام صراحة يعني شفت له مقال صدفة أول أمس يقول فيه بأن الرئيس الأوكراني هرب وأن بوتين سيطر على يعني ذلك الوشفل تينكينغ هذا التمني هذا يعني واحد يحب أن بوتين ينتصر ويبدأ يصور في الصورة من أفضل ما يكون هذا ليس صحيح هذا كذب على الناس وبعدين حتى الرئيس الأوكراني الآن يعني تزيد شعبيته وهو لأنه ظاهر أنه لم يغادر برغم أنه عرضوا عليه معي دانتنا أنا قلتها أمس ونزيد مكرارها اليوم لأن هذا الموقف هذا الرئيس الأوكراني كان نوقف مع الكائل الإسرائيلي ووقت المدنيين الفلسطينيين بشكل كبير جدا وانتقد المقاومة الفلسطينية ولم يرى الطائرات الإسرائيلية التي كانت تهدم الأبراج وتهدم البيوت على رؤوس المدنيين لكن الحقيقة أيضا تقال to be fair to him أن نكون منصفين أنه بالعكس لم يغادر وكان يستطيع أن يغادر ويذهب إلى أي مكان عندما قامت الحرب هذون هما هذه النوعيات هما اللي يوصلوا للشعوب أو لتبحهم أشياء خاطئة تماما يعني يقدمونهم أوهام هذا يذكرني أنا بجمعة فرنسا فرنسا ستتسخن على الحطب هذا الشتاء لا يتسخن فرنسا على الحطب كنا نسمعو فيها في 2019 عندما كان ما يسمى بالنوفمبرية النوفمبرية المكذوبة المخدوعة وخدعوا بها كثير من الشباب وفرنسا ستخرج مع تو بيرمينغ هام خرج قال لهم ساترون ساترون يعني هذا الناس المفروض أنهم ينتحروا على الأقل معنويا لا يجب أن يظهرك نهائيا لماذا؟ قال لك ستجدون الفرنسيس في طوابير طويلة تطلب الفيزا للدخول للجزائر كانت تمر على بعض الناس وكان المساعدة يقول لي يشوف بعض الناس رغم يقول لك علش انترك تكحن في الحالة وتكحن في قاية صالح هو الفرنسيس راح يجو يطلبو لنا الفيزا باش يدخلوا يخدموا في جزائر وراح ينتسخنوا هذا العام لقاية صالح راح يقتع عليهم القاز شو الاستهبال شو الاستغبال شفتوا الاستحمار ويسموا رواحهم وكانوا يزعمون أنهم معارضين أو أنهم ما نش عارف ووقفوا مع القاية صالح وراه القاية صالح ضربوا بحقنا وراه تحت القبر وراهم جنيرات القاية صالح الأغلبية العظمرا في السجون وراه الحطب اللي تسخنت به فرنسا شوفوا لنا كاش ما بقالهم شو يحطب يبعثو لنا لأن كين أمال في الجزائر ما عندهم لا قاز لا حطب أين هذا الاستهبال هذا ونفس الشيء ذلك قناة الميادين هذا تعرى العام ما نش عارف يخذوا أوهامهم ويبعثوها للناس ويولي لا تعترض على هذه التحليلات المش ساذجة الحمقة الغبية اللي يخدعوا بها الناس تقول لي آه أنت مكش تحب الخير أنت أركم أنتم متع الغرب هل أدان ويدين أمثال أنا عندي 25 سنة وأنا أدين الله أكثر من ذلك 27 سنة الآن لولا الغرب لما قام الانقلاب في الجزائر أو على الأقل لم أستمر وخاصة فرنس اللي يقفت معا الانقلاب هل يزايد علينا واحد في هذا؟ لكن لا نحن لا نبيع الأوهام نحن نقول للناس على الأقل لا أحد يعرف المستقبل تماما لكن على الأقل ما نعتقد أنه هو الحق أو على الأقل ما نعتقد أنه سيحدث أما الحق فنحن نقف مع الحق ضد البعض بغض النظر عن من هو الظالم والمظلوم هذه المبادئ اللي يجب أن تقوم عليها أي تفكير إنساني حقلاني